بعد ما حسابنا وكمان عرفنا نحسب وزي ما قولنا هجيب قيمة نحن هنطرق قيمة نقص قيمة رابع دفليكشن محتاجين نحسبه بنسميه دلتا كريب كريب بالعربي يعني زحف وإيه المقصوب بكلمة زحف هنا ان جزائيات الخرصانة تسحف على بعضها وعادة جزائيات الخرصانة تسحف على بعضها فأنهي منطقة منطقة كومبريشن لان طبع في منطقة التنشن اخرى سأتشرح امتى بيصل للتكريب بيحصل بعد وقت كتير قوي لو احنا مثلا عندنا الكاميرا والكاميرا دي أثر عليها لود منطقة ساعتها يحصل دفليكشن لما حصل دفليكشن بقى فيه في المنطقة دي تنشن فورس يعني جزائيات عايزة تبعد عن بعضها ومنطقة اللي تحت هنا فيه كومبريشن فورس يعني جزائيات عايزة تقرب من بعضها زي ما قلنا منطقي ان ناحية التنشن اخرى سأتشرح لكن ناحية الكمبريشن اللي بيحصل جزائيات عملية دغطة على بعض لو اللود اللي تحط هنا اسألة تحط وقت كتير قوي يعني كذا سنة ده معناه ان الجزائيات اللي هنا بقالها وقت كتير جدا بتضغط على بعض اللي بيحصل مع الزمن ان الجزائيات دي بتبتدي تتحرك شوية صغيرين بتخش في بعضها بمعنى أصح الجزائيات دي لما تبتدي تتحرك وطبعا كل الوقت ما يعدي أكتر كلما الحركة بتاعت الجزائيات دي هتزيد أكتر يعني هتخش في بعضها أكتر وانسان الجزائيات دي ارتدت تتحرك ودخلت في بعضها بنسمي ساعتها هنا ان حصل permanent deformation يعني معنى صح حصل تشوه دائم ليه؟ يعني لو بعد فترة لو نظريا عرفنا نشيل اللود ده الكاميرا ترجع straight زي الأول لأ هتلاقي ان فيه جزء رجع نتيجة تأثير اللود لكن فيه جزء ابقى الجزء اللي ابقى ده ابقى ليه؟ علشان الجزائيات خلاص already دخلت في بعضها فالجزء اللي باقي ده بنسميه عندنا delta creep ده اللي حصل نتيجة الجزائيات زحفت دخلت جوه وبعضها بمعنى أصح وزي ما قلنا الكريب ده بيصل دائمان ناحية مين؟ ناحية compression مش ناحية detention فواضح ان الكريب ده يعتبر بنسبانا long term deflection يعني ما بيصلش بسرعة ما بيصل بعد فترة كبيرة يعني بمعنى أصح أنهي اللود اللي هيعمل delta creep اللود اللي يعتبر على طول موجود اللي هو dead load علشان كلا ما بنحب نحسى قيمة delta creep بناخدها بتساوي factor اسمه alpha مضروف في قيمة delta dead load ليه dead load زي ما قلنا؟ عشان dead load اللي على طول موجود فبالتالي ده لها يقعد وقت كتير قوي فأكيد ده أكتر load هابقى متسبب أن يحصل أن جزائيات في compression تخش في بعضها يعني معنى صح يبتدي يحصل creep مش كده دائمان بناخد قيمة delta creep بتساوي factor اسمه alpha في delta dead load الألفا ده بيعتمد على قيمة حاكتين أول حاجة على time على الوقت أو بمعنى صح هو dead load ده يتحط وقت قد ايه وإحنا ساعة بنحسب delta creep امتا؟ تاني حاجة بيعتمد على الألفا قيمة compression reinforcement التسليح اللي ناحية الضغط أولا الألفا بتساوي ايه؟ بيتساوي factor اسمه excite excite عبارة عن factor ليه علاقة بالtime أو بمعنى صح هو احنا بنحسب الكريب بعد وقت تقديمه حطينا dead load ده هيتقسم على كام؟ هتقسم على 1 زائد 50 في حاجة اسمها ميو داش إيه المقصوب بالميو داش؟ الميو داش دي حاجة ليه علاقة بالاس داش يعني تخلى لو أنت عنده قطاع عارف البي والدي بتاعته وكمان عارف الاس والاس داش فاكر الميو الوحدها كابتساوي الاس على البي في الدي لكن الميو داش هتساوي ايه؟ هتساوي الاس داش مقسومة على البي في الدي يعني واضح كده خبالك نية تعتبر نسبة حديد compression بالنسبة لمساحة القطاع لما تيجي تفكر هنا لو احنا زودنا الاس داش إيه اللي هيحصل للكريب؟ الكريب أكيد هيقل مش إحنا تفنى إن الكريب ده معناه إنه جزائيات الخرصانة اللي ناحية compression بتبتدي بعد فترة تسحف تخش في بعضها شوية طب لو أنت حاطت حديد ناحية compression يبقى جزائيات الخرصانة اللي ناحية compression هتبقى مكلبشة في الحديد فإيه اللي يحصل للزحف الزحفي إيه شوية وده منطقي من القانون ليه؟ لأن انت لما تزود الاس داش اللي يحصل قيمة الميو داش الميو داش تزيد لما الميو داش زادت اللي يحصل للألفة للألفة إل ولما الألفة إل يحصل إلي الدلتا كريب الدلتا كريب يقل يبقى ده معنى إنه إحنا لو زودنا اس داش الدلتا كريب هتقل أو بمعنى أصح اللونج ترم دفليكشن هيقل اللي هو الدفليكشن اللي بيحصل بعد فترات كبيرة فاكر إحنا كنا قلنا الكلام ده فين قبل كده قلنا قبل كده في تسليح الكانتليفر فاكر تسليح الكانتليفر إحنا كنا بناخد الحديد اللي قيمته اس نلف نعمل به شوك هنا ده معنى إن السيكشن ده حاليا فوق في اس وتحت إحنا حطين اس داش بالزبط قد الاس يبقى السيكشن ده إحنا مزودين فيه الاس داش قوي فإيه لحصل للميو داش قلنا هتقل لما ميو داش قلت اللي يحصل للالفة الالفة تقل ولما الالفة تقل الدلتا كريب اللي هي تعتبر لونج ترم ديفليكشن بتقل عشان كده لو تفتكر كنا دايما في تسليح الكانتليفر فإحنا كنقول بنفضل نعمله شوكة عشان نقلل لونج ترم ديفليكشن اللي هو بمعنى صح جاي من القانون ده طب في حاجة تانية برضو عايزي نحسبها اللي هي الاكساي الاكساي دي زي ما قلنا عبارة عن فاكتور اللي هي لقب التايم بيتحسب ازاي هتلاقي في الكود في عندنا تشارت التشارت ده الافقي بتاعه عبارة عن خط هنا بيقول لك زمن تحميل المنشأ بالشهر يعني معنى صح الديدلوت دي محطوطة حاليا على الكاميرا بقالها كم شهر والرأسي قيمة الاكساي اللي احنا عزين نحسبها هتلاقي شكله عامل كده بالظبط بالنسبة للافقي هتلاقي مقسم لك الشهور واحد تلاتة ستة اتناشر اتناشر دي يعني سنة لحد ستين ستين شهر يعني خمس سنين والاكساي متقسمة من هنا لهنا من زيرو لاتنين وشكل كيرف بيبقى طالع عند شهر بالظبط خط ستريت بعدين يبتدي اخد شكل كيرف لحد موصل لحد شهر ستين هنا لو تاخد بالك لو حبيت مثلا احسب الالفا بعد الثلاث شهور بالظبط يعني كأني حاطت الديدلوت بقى له ثلاث شهور بس مش قلنا الالفا بتسوي اكساي على واحد زائد بخمسين في الميو داش بكامل اكساي في الحالة دي هتخش عندي تايم ثلاث شهور تخبط في الكيرف وشوف الاكساي بكام طلع بواحد مثلا طب لو انا بدرس بعد ستة شهور هتخبط هنا هتطلع في حدود 1.2 طب لو بعد سنة اللي هو عند اتناشر شهر هتطلع وتخبط يطلع في حدود 1.4 لو بتتكلم ان احنا بندرس الدفليكشن بعد خمس سنين بعد فترة كبيرة جدا عند ستين تقريبا هتخبط هتطلع على الاكساي في حدود اتنين يعني اكبر اكساي عندنا في حدود كام في حدود اتنين طب اكتر من ستين شهر بتعتبر اتنين برضو خلاص بتعتبر كأنها سيبتت طب احنا لما نحب نعمل تشيك دفليكشن وانا عايز احسب اللونج تيرم دفليكشن اكيد يفضل اعمل تشيك على اللونج تيرم دفليكشن بعد ستة شهر ولا سنة ولا خمس سنين اكيد طبعا خمس سنين اكتر لان دي اعتبقى اكبر حاجة ممكنة عشان كده في الاغلب احنا بناخد الاكساي في حدود كام في حدود اتنين يبنا نمينا نحسب دلتا كريب فاكينا قمنا دلتا كريب هتساوي ايه الفا في قيمة الدلتا دلود طب هي الالفا الوحدها بكام وانا هتساوي اكساي مقسومة على واحد زائد خمسين في ميو داش يعني ممكن اوى ناخد الالفا كام على طول الالفا ممكن اخدها باتنين لكي اني بحسب لونج تيرم دفليكشن بعد خمس سنين مقسومة على واحد زائد خمسين في الميو داش فاكر بكامل ميو داش وانا هتساوي الاس داش على البي في دي وبالمناسبة لو قطع ما فيش اس داش ده معناه ان التيرم ده كله بزيرو معناها ساعتها ان الالفا تتخب اتنين على طول يعني كايني بقول ان الدلتا كريب بتسوي اتنين الدلتا ديد لود وطبعا تبقى قيمة كبيرة جدا عشان كده احنا بنفضل بالزات في الحاجات العلاج دفليكشن كبير زائد كانت ليفر نحط اس داش عشان نقلل اللونج تيرم دفليكشن شوية